مدينة العالمين الجديدة ليست فقط نقطة جذب سياحية ولكنها وجهة رياضية مهمة عبر استضافتها العديد من الفعاليات ومنها بطولة منطقة القاهرة لكرة السلة رجال وسيدات والتي تجرى تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لكرة السلة الفكرة جات لمجلس إدارة المنطقة بتنفيذ فعالية من فعاليات النشاط عندنا نشاط كبير جدا فاخترنا أكبر سن موجود في الفعالية اللي هو درجة أولى رجال وسيدات وقلنا لازم نعمله إن شاء الله في العالمين وفعلا الفكرة جات أول ما بدأ التنفيذ على طول ننفذناها في التاريخ اللي اتفقنا مع المتحدة ومع Events Plus احنا طبعا بنعين الحكام وبنتبعهم وبنحاول ان احنا نعدى أجيال جديدة تبقى موجودة وبنحاول ان احنا نتبع الحكام على طول عشان نبقى قضيت لأي حدث لعبة كرة السلة لعبة سريعة والتحكيم فيها بيتطور على طول احنا بنحاول ان يكون موجودين على طول معنا ثمان فرق من الرجال وأربع للسيدات يشاركون في المباريات النهائية للنشاط السنوي الذي تقيمه المنطقة بالإضافة لمشاركين من فرق سودانية وجنسيات أخرى والذين أشادوا بالأجواء التنظيمية والساحلية لمدينة العالمين الجديدة والتي خلقت أجواء تنفسية بروح رياضية جميلة وسط شواطئ وأبراج مدينة العالمين الجديدة بطولات الصيفية بتبقى فرصة بالنسبالي أن أنا يعني أعمل لأنا كنت بحبه لمدة عشر سنين وكذا وصراحة اللعبة على البحر تحفة يعني يكفي بس منظر البحر بنخرج خسرانين بس تماما إحنا شايفين البحر هلا أيامات شواطئ سبقا 5 on 5 أو 3 on 3 منحضر بدنيا لياقيا ومنشوات منعمل تمارين منعمل بوزيشينات منعمل موشن يعني كذا قصة الأجواء ما تتوصفش يعني هو إحنا على البحر نلعب بسكت فدي حاجة بتحصل في أمريكا في ميامي لكن في مصر لا دي حاجة جديدة يعني فالأجواء لا يعني جميلة والبراج ورانا وإحنا قاعدين نلعب فمن هنا في بحر من هنا في براج فمن كل حتة فيه منظر جميلة يعني مثلا مصر أحسن مكان بجد في ناحية كان فيها قبل كده ريد بول فاينل كان بلعبها عند الأهرامات فمصر بجد فيها ما كان كتير أمتميزة نحن نلعب فيها فدي أحسن حاجة إن أنا بصراحة إيجا ألعب هنا أول مرة شارك في بطولة فبرة كهيرة وكده يعني بصراحة قبل كده حدد بس مش زي مثلا ساحل وكده فالأجواء بصراحة هنا حلوة ومختلفة ده الواحد حاسس هو في دولة ربية يعني ومشاء الله فده تغضم يعني حاجة والله أنا سوداني وحاسس بالفخر بجد يعني تستمر منافسات كرة السلة رجال وسيدات بلقاء آخر يوم السادس عشر من الشهر الجاري يجمع مناطق القاهرة والجيزة والإسكندرية ضمن فعليات مهرجان العالمين الجديدة لتصبح المدينة مكانا جاذبا سياحيا ورياضيا بالإضافة لتميز المهرجان بالفعليات المتنوعة التي لا تتوقف على مدار اليوم محمود جميل التلفزيون المصري